وهذه برضو نحن دائما نساعد الشباب فيها إذا كان فيه لخبطة عندهم وهي واضحة في الموقع جدا واضحة طبعا زي ما أقول النقطة الثالثة التي ترجع لهم المعاملات بالرفض غير المشاكل الفلوس ومشاكل البريد هي هذه إنه بعض السفارات تطلب دوكومنت مختلفة عن السفارات الأخرى زي مثلا في الرياض الورقة هذه اللي هي حقة الأقارب إبوك تعبي الأقارب اللي أنت ما هم جايين معاك لكندا فإذا إذا إنت ناوي ترسل أوراقك من هنا للرياض أتأكد إنك تدخل لموقعنا تضغط على الملف اللي مكتوب عليه السفارة كنديف الرياض عشال تجيك الفورم هادي وتعبيها بينما لو أرسلت لبفلو ما تحتاج الفورم هادي فإذا إحنا عشان كده صار في موقعنا نحطين إذا تبغى ترسل لبفلو أطبع الأوراق هادي وروح للبنك وروح لهادة ونسوي الأشياء هادي إذا تبغى تروح للرياض وترسل للرياض أدخل على اللينك هادي وأطبع كل الأوراق المواصفات الصورة موجود برضه في موقعنا الPDF فايل تقدر تشيل الورقة وتروح لأي محل تصوير وتتصور صورتين للجوازي اللي حترسلوا البفلو وتتصور صورتين والمواصفات واضحة أكثر المحلات التصوير هنا حتى ما يحتاجوا الورقة مجرد تقول لهم أنا بغى فور كانيدين باسبورت حتى تقول لهم يسوي لك نفس الصورة المطلوبة لكن لو تبغى تطبعها موجودة في موقعنا تأخذها وتروح تصور صورتين لو تبغى ترسل لبفلو الرياض يبغوا ثلاثة صور ما عرف ليش إذن لما ترسل أوراقك للرياض تبغوا ثلاثة صور بينما لما ترسل أوراقك للبفلو نيويورك يطلبوا صورتين الستادي بيرميت ما يحتاج صور الستادي بيرميت لو رحتوا للشيكليست اللي كتبناها على تصريح الدراسة ما يطلبوا أصلا صور نجي للحالات الخاصة اللي تكلمنا كذا مرة الآن باتكلم عليها وعدتها كذا مرة في أثنان المحاضرة دي أن الشباب اللي عاد تورطوا جو هنا وعندهم فقط الفيزا اللي مكتوب عليها ستيودنت ولا فيزيتور لكن ما عندهم الورقة المطوية ما عندهم الستادي بيرميت أو شي تاني الشباب اللي عندهم المرافقين اللي جوا مع بناتهم وأخواتهم وعندهم الورقة المطوية بس مكتوب فوقها فيزيتور وهم الآن يبوا يدرسوا كل هذه الحالتين حالتين خاصة ما حيفيد يعني إحنا في الموقع حقنا حطينا لكم اللي بغير يرسل الفيزا عشال رايحة السعودية إجازة أو اللي بغير يجد تصريح دراسته من وسط كندا هذه الحالة هي حالة ثالثة حالة خاصة معناها أنك لازم من برى كندا تطلب تصريح دراسة شاف الفرق؟ الفرق قبل شوية لما تكلمنا أنك ترسل لبفلو أنت بتطلب فيزا الدخول كندا هذه بسيطة تقدمها وانت جالس هنا لما ترسل لبفلو تطلب تصريح دراسة معناها يوم ما يدوك الموافقة لازم تخرج برى كندا وترجع مرة تانية عشال يعطوك الورقة المطوية هذه فهذه حالة خاصة معقدة كانوا الشباب زمان يروحوا السعودية يضطروا يرجعوا السعودية بعد ما يجيبوا قبول معهد طبعا سنة كاملة وبعد ما يخلصوا كل المتطلبات اللي كانت ناكسة عليهم ويرجعوا السعودية ويددموا عن تصريح دراسة ويستنوا هناك ستة أسابيع أو شهرين ويسووا الفحص الطبي هناك فيضيع عليهم شهرين كاملة من بعثتهم إلا عادي ذلك نسقواهم والحقين ووقفوا البعثة لما يروحوا السعودية يسووا للصدي بيرمت وما يدرسوا لغا لمدة شهرين هذه الحمد لله الآن التقنالها مخرج إحنا لأن الشباب اللي طبعا هذه فئة اللي كانوا يرجعوا السعودية الفئة التانية من الشباب اللي كانوا يتنصب عليهم كانوا يروحوا هنا المحامي مثلا يقوم يرسل لهم يرسل لهم تصريح دراسة لفيقر في للمدينة اللي في ألبرتا زي الشباب اللي تكلمنا في الأول اللي هم عندهم تصريح دراسة بس قرب ينتهي هدولا يحق لهم أنهم يرسلوا لألبرتا بس أنت اللي ما عندك تصريح دراسة أو تصريحك كان مرافق وتبغى تحول تصريح دراسة المفروض أنك ما ترسل أوراقك من وسط كندا فكانوا الشباب مساكين كثير منهم متنصب عليهم يروحوا يدفع المتين دولار والترثمئة دولار ويرسل لهم المحامي وبعدين يجيهم يقول لهم والله أترفض طلبك لازم تخرج برك كندا الآن الحمد لله جزء الله خير أخونا نزار بهابري والشباب في الإدارة يعني اكتشفوا يعني محامية حلت مشاكل كثير من الشباب في الحالة هذه بالذات إنها ترسل زي المطلوب ترسل لسفارة كندية خارج كندا طبعا ترسل لسياتل إذا حيرسلوا سياتل لك بعد كم أسبوع يقول لك يلا سوي فحص طبي الفحص الطبي هي حتخليك تسويه في كندا فإذا أنت لا زال بتدرس مع عهدك ما خرجت من كندا بعد كده طبعا يروح الفحص الطبي للسفارة في سياتل بعد كده يجيك الموافق يقول لك يلا أخرج الآن برا كندا عشال في الحدود نعطيك تصريح الدراسة كانت هذه المشكلة عند الشباب مين كان يقدر يخرج لأمريكا هو ما عنده فيزا لأمريكا فهي المحامية هذه عندها طريقة أن تأخذ الشباب معاها بالسيارة تروح إلى الحدود وعند الحدود تشرح للموظفين وطبعا يرفضوا دخولك لأمريكا لأنك أنت ما عندك فيزا لأمريكا فترجع من نفس الحدود وتطلع تصريح الدراسة في الموقع السفارة الكندية اللي في الحدود الأمريكية الكندية عند سياتل فهذه حلت مشكلة كبيرة كده أنا شوفت بعض الشباب يسألوا ليش تأخذ مثلا المبلغ ألف دولار إحنا الحمد لله قدرنا نأخذ منها تخفيض للأعضاء النادي إلى 700 دولار وصلت بمقابل أن نحط دعاية لها ليش تأخذ من المبلغ كبير هذا إحنا زي ما أنتم ملاحظين إحنا حاولنا في بداية المحاضرة أن نقول لكم لا تدفعوا حتى المئة الدولار أو المئتين دولار حتى المحامين اللي طلوا منكم مئة ومئتين دولار أنا ما أعتقد أنها فير أنك تتفحها لأنه جدا سهل أنك أنت تتسوي بنفسك الفيزا عن طريق بفلو أو أنك تقدم تصريح الدراسة عن طريق البرتة لكن هذه الحالات التي ننصح إنك صراحة لا تتورط قدم عن طريق محامي أو أنك تروح للسعودية وتقدم من السعودية فإذن كل المعلومات موجودة في موقعنا معلومات المحامية طبعا هذه الأشياء تتغير يعني نحن الآن نكتب هذه المحامية قد إنها في المستقبل تتغير تروح نتفق مع محامية بسعر أرخص فدائما دول أمور صح إنها ستتحط في اليوتيوب ما يعتقدون الشباب إنه بعد سنتين هذه نفس المحامية هي حتكون نفسها قد إنه نتقي أرخص قد نتقي أفضل فدائما زي ما قلت في أول محاضر دي هذه الأمور تتغير لازم إنكم دائما تتابعوا وتسألوا لكن في الوقت الحالي الحلت مشكلة الشباب كتير بالذات الناس اللي جايين مرافقين مع أخواتهم وبناتهم ليش بالذات هدول الوضعهم صعب لأنه لما تجي أنت عندك تصريح دراسة زوجتك أوتوماتيك هنا في كندا يعطوها visitor record أو تصريح إقامة حتى لو هي ما تدرس تصريح إقامة معاك لأنك أنت طالب أو عامل لو زوجتك أو زوج الأخوات قرر درس في المستقبل هذه من الحالات القليل اللي أنت ممكن صحيح أنت عندك فيزة أو تصريح إقامة زائر لازل تقدر ترسل من وسط كندا لألبرتا تغير من زائر إلى طالب هذه الحالة الوحيدة أن تكون أنت مرافق لزوج أو زوجة عندهم تصريح إقامة يا عامل يا طالب بينما وضعكم كلكم أكتركم شباب اللغة اللي ما معهم لم يمززوجين وما هي زوجته وما هي مبتعثة ما عنده غير الحل هذا يا إخرج من السعودية يا إخرج من طريقة المحامية طب يسألوني الشباب طبعنا اللي جاي مع أختي ومع بنتي هل نفس النظام زي اللي جاي مع زوجته وزوجه لا لأسف المرافق اللي هو أب أو 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 أخ ما يعاملوه بنفس الطريقة يعاملوه بنفس طريقة الشخص اللي تكلمنا اللي هو اللي هو طالب جاي لوحده إذا قدم و هو ما كان عنده من البداية تصريح دراسة حيقول له أخرج برة كندا أو قدم عاد عن طريق أمريكا وتدخل في الهسل إذن أي واحد منكم نصيحة جاي مع أخته وهو ما عنده تصريح دراسة يكلم المحامية دي أو أنه يستغل فترة الكريستمس إذا هو بروح السعودية ويقدم من هناك اللي جاي مع بنته نفس المشكلة هذه اللي عنده تصريح يقامة يغيره تصريح دراسة عن طريق المحامية دي أو يروح السعودية اللي جاي مع زوجته وزوجته مبتعثة وعندها تصريح دراسة هذا وضع أسهل يقدم من وسط كندا ولا يروح للمحامية ولا شيء يدخل على موقعنا يسوي نفس التفاصيل اللي تكلمنا دوبنا إنه كيف الشخص يجدد تصريح دراسته من وسط كندا إن شاء الله تكون واضح هذه الأمور وإي شيء مواضح موجود في موقعنا وحتكون إن شاء الله الصفحة دي تفاعلية يعني الصفحة اللي حطينا إحنا للمستندات أنا حكلم أخونا أحمد الغامدي مثلا إذا حطها في موقع مبتعث ونبقى نشوف كل أراء الشباب إيش يبغوا ينضاف في الصفحة دي إيش يبغوا يتوضح وإحنا حسنها بحيثنا تكون مرجع متكامل إن شاء الله يكون مرجع متكامل لكل كندا مو بس لبريتش كولومبيا